استقبل القصة أندري زاكي رئيس الطائفة الإنجلية رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني خالد عبد العزيز وأكد رئيس الطائفة الإنجلية أن التحالف الوطني يمثل دعامة قوية للنهود بالخدمات المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف كل فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجا مشيدا بالعمل المثمر والمستمر في مبادرة إزرع التي تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب ومن جنبه أكد الرئيس مجلس أمناء التحالف الوطني على الدور البارز الذي تلعبه لهئة القبطية الإنجلية من خلال مبادرة إزرع التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة